اشتركوا في القناة 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 هتعرفش مشيئة ربنا فين ومشيئة الانسان فين بص دي برضو ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولو شاء الله مقتتلوا ولكن ولكن ربنا محب الدم الله يفعل ما يريد طبعا 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 ما تريد دي ويفعلها ما تريد خير ما تريد الخير ما تيجي تريد الخير ما انا مش فاهم واضح ان ربنا كان عايز نبي يروح له يهديه يقول له اغز الشيطان يبني وبطل فساد وعربدة ما تفسدش في الارض بتخليش الناس يؤتلوا بعضهم خللهم يحبوا بعضهم واخلق بشر جمال شوية معظم الاهل البشر مش حلوين بعضين في هود عقبك هود هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لذلك خلقهم ليظلوا مختلفين وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمع هو عشان كده خلقهم عايز يملىهم الاتنين برضو منطق يعني هو حط جهنم كده يعني تبقى فاضية إلا أنا مش أدر أفهمه في اللعبكة بتاعت المشيئة دي بقى أنا مشيئتي فين هو بقول لك إيه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ماشيئة ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبعدين وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما تحدد أنا ليه مشيئة ولا مليش ليك مشيئة بس تحت جزمتي برضو لك خيار بس ملكش ويفعل الله ما يريد في الآخر أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد حديد على حديد يفعل كنا بقولها في الموالد عندنا كده حديد على حديد يفعل الله ما يريد مش عارف طالما إحنا متكلم عن المشيئة هو لو شاء الله كانوا عملوا كلهم لايك وشير ولكن عايز يبتليهم يختبرهم مين اللي بيحبنا ومين اللي بيكرهنا خلوا بالكم ده اختبار ده اختبار ده اختبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر